تسعى هذه الحملة المنظمة من طرف فرع الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك بأطار إلى تنظيف محيط الشركة ونقاط بيع وتوزيع الأسماك التي يرتادها المواطنون لاقتناء حاجاتهم من مادة سمك وذلك مساهمة من الشركة وعمالها في الجهود العمومية الهادفة إلى الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد أتشرح باسم والي ولاية أدرال على انطلاق عملية نظافة مقدمة من طرف الشركة الوطنية لتوزيع أسماك وفرع أطار في إطار الجهود المبذولة للتصدي لمكافحة كوفيد-19 وخاصة الموجة الثالثة وإضافة إلى النوافة تستهدف الحملة كذلك حث مرتادي مخازين البيع على ضرورة التباعد وارتداء الكيمامات حفاظا على صحتهم وصحة لويهم هذه الحملة عدناها تلبية لأوامر من المديرة العامة للشركة الوطنية لتوزيع الأسماك اللي طلبت على أن جميع المراكز يقوموا بعمليات تنظيف على الأقل في الساحات العمومية اللي متواجدة فيها خزانات السمك حفاظا على صحة المواطن وتزامنا مع هذه الموجة الثالثة من جائحة كوفيد اللي ضارب البلاد فننبه على أن هذه العمال اللي موجودين قدامكم عندهم أوامر على أنهم اللي يتلاوي بيعوا السمك مع الصباح يبيعوه للناس متباعدة كلها ما يطار مع الأخر وحد ما هو دائر كمامة ما ينبع له السمك والإجراءات الاحترازية محاولين على أن نطبقوها أكثر اللي نقدوا نعدلوها من التطبيق على مستوى نقاط البيع في الولاية العمدة المساعد لبلدية أطار ذمن هذه المبادرة التي من شأنها أن تسهم في تنويف المدينة وتحد من انتشار الجائحة نوارا لما تتضلع به النوافة من دور في الوقاية من مختلف الأمراض المنتقلة يساعد نحن البلدية في تخفيف هذه الساخة والأعباء عن العمال اللي قايم بها طالبين لهم التوفيق ومثمنين عاليا هذه العملية ونحن نعون لهم إن شاء الله وستشمل الحملة جميع نقاط البيع المنتشرة في أحياء المدينة للموريتانية أحمد معلوم محمد أطار